افتتح غبطة كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث بطريارك المديل المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن مقر بيت العائلة المسيحي في المملكة بحضور المطران خريستوفوروس عطالة وقدس الأيكونومس إيرينيو سمدانات مسؤول بيت العائلة ومكتب الزواج وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وفي حديث غبطته شرح أهمية بيت العائلة كمركز يعنى بتوعية ودعم ومساعدة العائلة والأفراد لافتا إلى أهمية الحياة الروحية وسر التوبة والاعتراف والأبوة الروحية لتكون عملا متكاملا لخلاص الإنسان كما شدد غبطته على تعاون الآباء الروحيين مع بيت العائلة ومساعدة الآباء الأخصائيين للرعاية المنتشرة في المملكة ويتركز دور بيت العائلة المسيحي لإصلاح القضايا الأسرية وحل المشاكل والخلافات العائلية